السلام عليكم و اهلا بكم اعتقد ان حضراتكم خلال الشهور اللي فاتت دي فاكريني اني نشرت حلقات اتكلمت فيها عن الوضع الاقتصادي المصري سواء اجابا او سلما من خلال نظرية الخاصة الغير اقتصادية ودي حط تحت منها خط لاداء الحكومة واللي قد تكون رؤية محدودة وقاصرة وغير صحيحة لاني في النهاية مش بقدم معلومات ولكن انا ازعم اني بقدم رؤية شخصية للي بيحصل حوالينا كمواطن مصري عادي واذا كان في معلومات بنقدمها فاحنا بنذكر مصادرها ولكن معادة ذلك فهي اراء شخصية لمحمد انديل حتى لو كانت الاراء والتوقعات دي بتتحقق فيما بعد ولكن في النهاية تظل اراء وتوقعات مش معلومات ابدا طيب الجديد اللي هنتكلم عنه في الحلقة بتاعته النهاردة عن اداء الحكومة المصرية سواء سياسيا او اقتصاديا هو الحقيقة افندم احنا مش جايين نتكلم عن اداء الحكومة احنا جايين نتكلم عن السيد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي سامع واحد بيقول لي ما لكم الدكتور مصطفى مدبولي انديل هو انت مش كنت عملت حالات قبل كده بتطالب فيها باستقالة حكومة دكتور مصطفى مدبولي وبتقول عليها ان هي حكومة مش احسن حاجة والمفروض ان هي لازم تتغير والمفروض ان يكون في حكومة اقتصادية متخصصة تدير البلد في الفترة اللي جاية وكل الكلام اللي انت قلته بخصوص تغير الحكومة فانت جاي النهاردة تتكلم عن السيد رئيس الوزراء بشكل مباشر ليه هو انت هتمدحه بعد صفقة راس الحكمة ولا هتهجمه وعموما اذا كان متح او نقد فانت موقفك معروف من الحكومة انت مش عايز الحكومة تكمل وعايز وزراء كتير يتغير عزيزي كلامك سليم بنسبة كبيرة بس ارجوك اهدى شوية بس علي علشان نعرف ناخد ولدي مع بعض في الكلام الحكومة واجبتها في اي بلد في العالم ان هي توفر الامن والامان على المستوى الاقتماعي والاقتصادي والسياسي يعني مش بس الامن هو وجود الشرطة ووجود الجيش وحرصة الحدود والابض على المجرمين ومكافحة كل اشكال الجريمة ولكن في حاجة اسمها الامن الاقتصادي والامن السياسي والامن الاجتماعي كل دي فروح امنية مهمة لحياة المواطنين في اي دولة وانا في وجهة نظري انه في الفترة اللي فاتت الحكومة كانت مأثرة في جزء من المهام دي وعلى رأسها الجزء الاقتصادي انا ما اعتقدش ان في حد تاني في مصر يقدر يختلف معايا في النقد اللي انا كنت بوجهه للحكومة فيما يخص الملف الاقتصادي تحديدا وانا لسه عند كلامي ان الحكومة لازم تتغير ولو جزئيا ويتم تجديد الدم والخبرات في الحكومة باضافة وزارة جدد يكونوا متخصصين في الاقتصاد علشان الفترة اللي جاية هي فترة الاقتصاد وده مش انتقاص من الحكومة اطلاقا ولكن هو ده الوضع الطبيعي بعد اداء اليمين الدستورية لرئيس الجمهورية الوزارة هتقدم استقالتها ورئيس هيكلف وزارة جديدة او رئيس وزارة جديدة بتشكيل الحكومة الجديدة وخلي بالك ممكن رئيس الوزارة الجديدة يكون دكتور مصطفى مدبولي برضو ولكن انا اتوقع انه هيكون شخصية جديدة بس انا جاي النهاردة اتكلم عن تصريحات قوية جدا من السيد رئيس الوزارة دكتور مصطفى مدبولي انا لما سمعتها اطمنت وحسيت انه اخيرا الحكومة فهمت اللعبة ماشية ازاي في السوق السوداء وانه اخيرا الحكومة قررت ان هي تحمي الشعب فعلا السيد رئيس الوزارة عقد مؤتمر صحفي في مينت اسكندرية ينبارح الخميس سبعة مارس طبعا المؤتمر الصحفي كان طويل والسيد رئيس الوزارة اتكلم في نقط كتير ولكن انا اقتطعت جزء من المؤتمر حوالي دقيقتين انا باعتبره مع النفسي اهم تصريحات في تاريخ السيد رئيس الوزارة دكتور مصطفى مدبولي من اول ما استلم مهام رئيسة الوزارة سامع نفس الشخص بيقول لي ما تبلغش اوي كده هنديل يعني هو ايه اللي حصل طيب تعالا معي يا فندم نسمع تصريحات السيد رئيس الوزارة ونرجع لبعض تاني وساعتها حضرتك هتعرف اذا كنت ببالغ ولا لأ قبل ما اتكلم على هذه النقط انا عايز ااكد على بعض رسائل مهمة جدا احنا عشان نصل الى القرارات اللي احنا خدناها مبارح كان فيه شغل كتير جدا بيتم مع كل جهات الدولة وهنا انا بتكلم على كل الجهات اللي معنية بمتابعة الاسواق سواء وزارة التموين وزارة الدخلية وزارة التجارة والصناعة ولكن احنا كنا بنعي ان بسبب هذه الازمة وطول امادها انا بتكلم على ازمة الدولار وازمة العملة الصعبة ابتدت تتشكل شبكات وانا بقولها هو شبكات معقدة من التجارة ما يطلق عليها السوق السودة او السوق الموازية المنظومة الشبكات اللي اتعملت علشان تحويلات المصريين من الخارج الناس اللي كانت بتروح للمصريين في الخارج وتاخد منهم العملة وهم هناك وتقول لهم ان حوصل لكم لأهليكم هنا الفلوس اللي بالمصري بالسعر بتاع السوق الموازي كل دي منظومة تشكلت بسبب ان كان عندنا سعرين النهاردة بالاجراءات اللي خدناها احنا مفروض يبقى عندنا سعر واحد عشان كده تم التوجيه لوزارة الداخلية بتضرب بتضرب بيد من حديد لكل تجار السوق السودة واللي منظومة الشبكات اللي كانت بتسيطر على تحويلات المصريين في الخارج مفيش دولة تسمح بهذا الكلام واحنا ان شاء الله الفترة الجاية هو هدفنا يبقى عندي سوق واحدة البنوك المصرية والاليات والقنوات الشرعية والرسمية اللي في الدولة هي اللي تكون شغالة لتدبير العملة او للمصريين اللي لديهم عملة وعايزين يحولوها للجنيه المصري يبقى هو دي القنوات اللي موجودة وبأكد مرة اخرى توجيه تم لوزارة الداخلية وكل الجهات الامنية بتضرب بيد من حديد على منظومة السوق السودة والمنظومة الغير رسمية اللي كانت موجودة لتحويلات المصريين في الخارج وبقية المعاملات الغير رسمية وشغالين على الارض النهاردة وحنشتغل عليها لانها بكل المقاييس هي حرب حرب علشان نضمن ونعيد التوازن مرة اخرى للاقتصاد المصري والموضوع سوق العملة اللي كان للأسف بيؤثر بصورة سلبية بصورة كبيرة جدا على الاقتصاد وكان خالق حالة من اليأس والإحباط لدي كل المواطنين والمتجرب الأسعار السلع اللي كانت بتحصل انا كنت باعد مع كل التجار والمصنعين وكان كلهم بيكلمونا وإحنا بنتكلم على ضبط الأسواق بيقول احنا بنعاني من توافر الدولار ومش عارفين ندبره وبنتطر نروح ندبره بالسوق السودة والسوق السودة بيعلى ومضطر بنقن عليه ان انا أصعر السلع بتاعتي بسعر الأسواق السودة لان انا مش قادر ياخد بالسعر الرسم دي تصريحات قوية جدا بتدل على ان الدولة اصبحت في موقف الهجوم مش الدفاع يعني حرفيا احنا دلوقتي كدولة مصرية نقدر ندوس على السوق السودة ونوجه ضربات للتجار الفسدين ونمسحهم من الوجود ونضربهم بيد من حديد زي ما السيد رئيس الوزر صرح بشكل مباشر ولكن اكتر كلمة لفتت نظري هي ان دكتور مصطفى بيقول ان صراع الدولة ضد السوق السودة هي حرب مكتملة الاركان حرب بمعنى الكلمة فده تصريح في منتهى القوة بيبينلك ايه اللي الحكومة هتعمله في تجار السوق السودة خلال الايام وربما الساعات القادمة انا هنا في القناة نشرت عشرات الحلقات بناشت فيها السيد رئيس الوزر دكتور مصطفى مدبولي باسمه وصفته وشخصه وكنت بناشت مع لي بشكل مستمر واقول ارجوك يا سعادة دولة رئيس الوزر لازم يكون فيه رد فعل قوي ضد السوق السودة ياريت يحكومة تتدخلوا لردع تجار السوق السودة ياريت تتدخلوا للقضاء على شبكة تحويل الدولارات من الخارج ياريت تتدخلوا للمحافظة على الاموال اللي بتدخل في مصر ياريت توقفوا المضاربة بالدولارات وبالعملة الصعبة في السوق السودة نشرت حلقات كتير جدا وفيه مشاهدين في التعليقات كانوا بيقولوا لي يا عم فكك انت بتضحك على نفسك يعني من الاخر مفيش حاجة هتحصل لان الدولة ضعيفة ومش هتقدر تواجه تجار السوق السودة الحيتان اللي مسيطرين على البضايع ومسيطرين على الدولار لان ساعتها الدولة كانت بتعاني من نقص دولار فبالتالي اليد العليا كانت لتجار السوق السودة مش للدولة المصرية ولا للنظام المصراف المصر بس حاليا الاية تعكست تماما اصبحت السيطرة المطلقة على الاقل في اللحظة غاهنة للدولة المصرية فاكيد ان الاجهزة الامنية بعد توجيهات السيد رئيس الوزراء هتنفذ ضربات امنية مكثفة بقبضة من حديد على تجار السوق السودة وحيتم رصد كل دولار بيتم دخل في السوق الموازي وانا اعتقد ان وزارة الداخلية هتنفذ ملحمة وطنية عظيمة ضد تجار السوق السودة مهما كان مادة انفوزهم وسلطتهم وقوتهم خلاص احنا دلوقتي اصبحنا في حرب مفتوحة والمواجهة اصبحت علنية وكل طرف عارف مين هو عدوه ومين هو صديقه احنا كشعب واقفين في صف الحكومة وفي صف القوات الامنية وعارفين عدونا كويس جدا احنا عدونا هم تجار السوق السودة واحنا اصبحنا متأكدين بعد تصريح السيد رئيس الوزراء ان تجار السوق السودة هيتم تصفيتهم وهيتم القضاء عليهم تماما ونقصد هنا تصفية اقتصادية طبعا يعني مش هيكون لهم كان بإذن الله في السوق المصري اطلاقا بعد تصريحات السيد رئيس الوزراء لان تصريحات دكتور مصطفى مدبولي كانت قوية جدا وتعتبر تصريحاته زي طلقته رصاص طالما خرجت من المسدس ما ينفعش ان هي ترجع تاني فدلوقتي دكتور مصطفى مدبولي بيوعد الشعب المصري بالقضاء على السوق السودة وضرب التجار الفاسدين بقبضة من حديد وعلشان كده انا بقول لحضرتك ده اقوى تصريح في تاريخ دكتور مصطفى مدبولي بالكامل ولو قدر فعلا خلال الايام اللي جاية السيد رئيس الوزراء انه ينفذ وعده وينهي السوق السودة تماما وقدرنا نسيطر على الاسعار فانا كمحمد انديل مستعد ان اقدم اعتذار كامل على الهوى مباشرة للسيد رئيس الوزراء والكل الحكومة وقول انا اسف اني شكت في اداء حضرتك على المستوى الاقتصادي ولكن حتى ولو لم يتم القضاء على السوق السودة كليا خلال فترة وجيزة فالمهم هي البداية المهم البداية في محاربة السوق السودة بالفعل بمنتهى القوة والحزم وان شاء الله التوجه ده هو اللي حيكون سائد خلال الفترة اللي جاية سواء الحكومة استمرت او تم تغييرها وتعين حكومة جديدة وبعد ما يتم القضاء نهائيا ان شاء الله على السوق السودة حنفتكر دكتور مصطفى مدبولي ونقول ربنا يمسي بالخير دكتور مصطفى مدبولي هو اللي بدأ الحرب على السوق السودة وهو اللي قضى عليها فانا من هنا بوجه تحياتي للسيد رئيس الوزراء وبقول له يا فندم ربنا يعينك وربنا يسدد خطاك وبإذن الله تنفذ هدفك في القضاء على السوق السودة بأسرع وقت ممكن وانا كمواطن مصري حسيت فعلا ان الدولة بتحميني شكرا للسيد دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري المحترم وخلينا اقول لك اني متطمن جدا عارف ليه لاني مبارح كنت في مكان المكان ده فيه مكاتب صرافة اللي هي أماكن تبديل عملة يعني بس مكاتب رسمية تبع لبنوك والأول مرة من شهور بشوف زحمة على المكاتب فيه ناس جوه بتغير عملة وفيه ناس وقفين بره مستنيين دورهم عشان يدخلوا ويغيرهم يعني يمكن يكون سبب الزحمة كمان انه جنب المكتبين دول او المكتبين دول معمولين جنب مكتب لتحويل الاموال من الخارج انا مش قادر اوصف لك بقى الزحمة كانت ازاي على مكتب تحويل الاموال من الخارج طب وغل الانتظار كان قد ايه الحاجات دي بقى لها كتير جدا ما كناش بنشوفها كانت مكاتب التحولات مش بالزحمة دي ابدا قبل التعاويم الاخير ولا كنت بشوف حد في مكاتب الصرافة اصلا قبل كده فعظيم جدا ان التحولات ترجع بشكلها الطبيعي وعظيم جدا ان الناس تروح تغيرها داخل النظام المصرفي المصري وان شاء الله الخير جاي باذن الله في النهاية حفظ الله مصر حفظ الله الشعب المصري العظيم تحيا مصر تحيا فلسطين حرة مستقلة وشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة